اهلا بكم اذا في هذه الجونة سنقف على زيارة المبعوث القطري الى مصر وما تعنيه هذه الزيارة وهو مبعوث لامير قطر سنواصل ايضا معكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة من هذا البرنامج وسنقف على الموهوبين من الاطفال كيف تتم رعايتهم في هذه الحلقة من هذا البرنامج كذلك توجيه انتقادات اماراتية من وزير النفط للمنتجين المستغلين في انتاج النفط سنقف على ذلك ولأول مرة في مصر يتم فتح معبر رفح لاتجاهين منذ اكتوبر اذا مشاهدي الكرام هذه هي ابرز الموضوعات التي سنتناولها في هذه الجولة دعونا معا نقف على ابرز اهم الاخبار حتى الساعة ايران ايران تأمل ان تؤدي التحركات في المنطقة لحل الازمة في سوريا برزاني يزور جبل سنجار بشمال العراق بعد فك حصار داعش بدء التصويت في انتخابات الاعادة في تونس لاختيار رئيس جديد اوباما يتعهد بان يفعل كل ما في وسعه لاغلاق سجن جوانتانمو اشتركوا في القناة اهلا بكم اذا مجاهدي الكرام في هذه الجولة الجديدة سنبدأ مع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالامس بالشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وهو المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر ومعه خالد بن عبد العجزة التواجري رئيس الدوانة الملك السعودي وسكرتير الخاص للعاهلة السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لقاء مهم بطبيعة الحال اول زيارة على هذا المستوى من قطر الى مصر على هذا المستوى منذ ان تولى السيسي اعباء الحكم في مصر بيال الرئاسة المصرية ذكر بانه اللقاء تناول سبل تفعيل المبادرة التي طرحها العاهلة السعودي الملك عبد العزيز خلال مؤتمر رياض وما تم تأكيد عليه في القرارات الصادرة عن المؤتمر بشأن الالتزام جميع دول مجلس التعاون بسياسة المجلس والاسهام في امنها واستقرارها واكد البيان على دعم التوافق بين الاشقاء العرب خاصة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر مشيرا الى اهمية مبادرة العاهلة السعودي الرامية الى تحقيق الوحدة بين الدول العربية الشقيقة ونبدأ الانقسام في اطار من الاحترام الكامل لارادة الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية انا انقل ذلك الى ضيفي في القاهرة دكتور سعيدا لاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاقتصادية تعليقا على هذه الزيارة دكتور مساء الخير شاكل لوجودك معنا كيف تقرأ زيارة مبعوث امير قطر للقاهرة اهلا بيك ومرحبا ثم انه هذه الزيارة كانت مفاجئة لكن في اوساط معينة وخاصة المختصة بالتحليل السياسي كانت متوقعة مثل هذه الزيارة بل بالعكس كان هناك توقع بان يأتي الامير تميم نفسه على اتحال اعتقد ان السيقة الكاملة والمصداقية المتوفرة في العالي السعودي والدور الوساطة الذي تقوم به هو الذي جعل الامل كبيرا في المصالحة بين قطر من ناحية ومصر من ناحية اخرى ونعلم جميعا ان المسألة مرد من مرحلتين المرحلة الاولى كانت بين قطر من ناحية ومجلس تعاون خليجي من ناحية اخرى وهناك بيان صدر عن العالي السعودي اكد فيه للرئيس السيسي حرصه على التضامن العربي ونحن في مصر لا نملك الا التعاطف مع هذا التضامن سيامه ان احدا لا يستطيع ان يزيد على مصر مصر تاريخيا كانت مع الوحدة العربية الى اخره المرحلة الثانية كانت بين مصر من ناحية وقطر ميحات اخرى ولعبت فيها السعودي دول الوساطة بشكل كبير جدا لكن لا تنسى ان هناك وجهة نظر خاصة الرئيس السيسي اكد فيها انه مع اي دولة كانت مكانا يجب ان يكون احترام ارادة الشعب ويجب ان يكون ايضا بشكل ما ان تبتعد هذه الدولة عن مساعدة جماعة الاخوان الارهابية لان هذا منافل ارادة الشعب الشيء الثاني ان يعني مصر مستعدة تمد يدها بالفعل لكن ليس على حساب ارادة الشعبية وليس على حساب يعني الشعب المصري الذي يريد ان يبدأ مرحلة جديدة مع الدولة الجديدة وانه يسمي محاولة قطر التدخل بالنقد اللازع للسياسة الداخلية والخارجية انهو الى تدخل في الشأن داخل المصر وهذا ما تنهي عنه المواثيق الدولي على اتحال السيقة الاساسية في العائل السعودي هي التي جعلت ممكنية مد جسور الصداقة مع الدولة العربية نحن نتمنى ان تكون الدولة شعب العربي القطري على علاقة جهيدة ونحن نحب ونحترمه اما القائلات السياسية فهناك اختلافات في بعض السياسات لكن يمكن ان تكون يعني قريبة جدا بتدخل المملكة العربية السعودية والدول المستعاون القريقين جيد اسمحنا انتقل الى قطر معي الاستاذ جابر الحرمي رئيس تحريج جريدة الشرق القطري السيد جابر مساء الخير شاكل لوجودك معنا في هذا البرنامج الى اي مدى تعتبر هذه الزيارة زيارة مبعوث امير قطر للقاهرة هي بداية لعودة الدفء للعلاقات بين الدوحة والقاهرة اولا شكرا لكم اخي الكريم على هذه الصدافة وشكرا لاخي وزميلي في القاهرة على هذه المشاركة بداية نحن في قطر نثمن عاليا هذه الجهود الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وهي امتداد لدوره الكبير في دعم قضايا الامة وتوطيد العلاقات العربية العربية على اكثر من صعيد والسعي لتوحيد الصف العربي حقيقة هذه الجهود التي قام بها خادم الحرمين اسفرت وتوجت بالامس بلقاء مبعوث من امير قطر الى الرئيس السيسي وكانت هي حقيقة لفتة كبيرة ومهمة جدا في طي ربما صفحة شابهة الكثير من اللغط وكان هناك في وجهات نظر ربما اختلافات سياسية لكن بالتأكيد هناك ارضية كبيرة للتعاون والمشاركة وبدء صفحة من العمل العربي الجديد امير قطر حرص بارسال مبعوث خاص للقاء الرئيس السيسي وهذا دليل على نية صادقة ودليل على رغبة اكيدة لتعزيز العمل العربي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الامة في اكثر من صعيد نحن نعرف التحديات والمخاطر التي تواجه الامة العربية وربما قطر اكدت بالامس في بيانها ان امن مصر هو من امن قطر وان قوة مصر هي حقيقة قوة للعرب جميعا ولا يمكن ان نتخيل امة عربية قوية في غياب مصر لذلك اتصور ان هذه الصفحة التي بدأت بالامس يمكن ان يتم البناء عليها بناء ايجابيا بين البلدين وبين ان كان ذلك على المستوى الرسمي او حتى على القطاعات المختلفة يجب ان لا نحمل الجانب الرسمي تحديدا مسؤوليات يعني اكثر مما هي يجب على كل الاطراف وكل القطاعات وكل النخب وكل ان كانت سياسية ثقافية اعلامية ان تدفع بايجاد ارضية مشتركة للتعاون بين البلدين ونحن متفائلون بهذه المبادرة ونتطلع الى افاق ارحب من العمل العربي الذي يدفع لاجاد قوة عربية تستطيع ان تواجه هذه المخاطر نعم جيد جيد دكتور سعيد في القاهرة الان الدوحة ابدت حسن النوايا بهذه الزيارة لمبعوث امير قطر الى القاهرة ما هو المطلوب من القاهرة في هذا المنطلق بالعكس اعتقد ان يكفي ان تكون هناك نوايا طيبة من جانب قطر قطر كما قلت نحن نتعمل معها على مستويين المستوي الاول الشعب العربي القطري ونحن نعتز به كثيرا ونعتز به مستويه العلمي ومستويه نحو التقدم والرفاهية ونعتبر كوز اساسي من الامة العربية بل هو بالفعل كذلك اما في بعض السياسات كما قال الأستاذ جابر في الدوحة بالفعل هناك خلافات والأصابع تختلف مع بعضها البعض كما يقال المهم أن هناك نوايا طيبة إرادة سياسية عبر عنها الأمير قطر بالمقوش الشخصي عندما جاء والتقى بسيس والسيس رحب به ترحيبا شديدا باسم مصر كلها 90 مليون مصري كانوا بالفعل بالمقوش القطري ونبدأ مرحلة كما قال الأستاذ جابر مرحلة بناء حققية نبني عليها العالم كله ينظر إلينا قطر بالفعل هي دولة عربية ونحن نعتز بها وكانت بدلا من أن يكون شجار أو خلاف أو خصام أو تجميل علاقات يجب أن تكون هناك سمارات عربية قطرية إلى آخر مصر تدخل في قطر وقطر تدخل في مصر كل هذه هذا قلبا وقالبا نحن مع قطر قطر المهم أن تقف معنا ألا تعادينا لكن نقدر أساسية يا أستاذي الكريم وهي أن قطر يجب أن تكف عن النقد اللازع عبر وسائل إعلام مقروعة مسموعة مرئية قناة الجزيرة والجزيرة مصر مباشر كل هذه أشياء يجب أن تتوقف تماما كل إنسان وحتى قطر نفسه يحر في أن تفعل ما تشاء داخل أرضاء نحن لا نستدخل بشكل وآخر في قطر وقطر يجب الاستدخل لأن هذا حسب الموثق الدولية تدخل داخل المصر مرفوض شكل موضوع جيد هذه نقطة مهمة اسمح لي أن أسهب بها إلى السيد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحريج جريدة الشرق القطرية وسمعت ما قاله الرجل دكتور لاوندي في القاهرة هي ليست مطلوبات من القاهرة بقدر ما هي رجاءات في عدم التدخل بشكل أو بآخر خاصة على المستوى الإعلامي إلى ما ذلك من هذه التفاصيل وأنت سيد العارفين أن الخيط رفيع بين سيادة الدولة أحيانا وكيفية تصرفها وكيفية استقلالية إعلامها وبين ما يطلبه المصريون من عدم تدخل كيف تستطيع الدوحة أن تحقق هذه الموازنة حتى تستطيع أن تضي بعلاقاتها قدما مع القاهرة أولا بالفعل لمسنا حميمية اللقاء الذي حدث بين مبعوث أمير قطر والرئيس السيسي وأنا أشكر الدكتور على أن 90 مليون أخ وشقيق في مصر العزيزة يحيون قطر ونحن كذلك نبادل لهم هذه التحية وهذا الحب ويعني يكون معلوما ربما حتى خلال فترة الخلاف أو الاختلافات إن صح التعبير وليس خلافات عندما حدث لم يتأثر الأخوة الأشقاء المصريون بالدوحة بهذه الخلافات وظل لهم مكانتهم ودورهم ونعتز بعطاءاتهم خلال المجتمع القطري وشراكتهم في التنمية التي تعيشها قطر أما فيما يتعلق بالإعلام نحن نعرف أولا يجب التفريق بين الإعلام القطري وبين قناة الجزيرة قناة الجزيرة منذ أن ولدت في 96 وهي تحمل الرأي والرأي الآخر حتى تلك البرامج التي كانت أنها توجه انتقاد كما أشار أخي الدكتور انتقادات لاذعة إلى الشقيق إلى السياسة في شقيق مصر كان طرفي المعادلة موجودين سواء كان من يمثل ويدافع عن السياسة الرسمية أو من هو يقف في صف المعارضة ولم يكن هناك برامجا بث دون أن يكون الطرفين متواجدين في برنامج الجزيرة أما الإعلام القطري حقيقة وأنا واحد منه حتى في حالة النقد كان هناك نقدا موضوعيا بعيدا عن التجريح بعيدا عن الإساءات بعيدا عن الإنجرار لما يصدر أحيانا من بعض الأطراف لأن هناك أقلام رفيعة في الشقيقة مصر رفضت أن تنجر إلى بعض الإساءات أنا أقول لك أخي أخي الكريم أن الإعلام القطري لم يندفع إلى أي إساءة إلى الشقيقة الكبرى ونحن نعتز بدور مصر ودورها التاريخي بالمناسبة وليس نحن لا نتحدث عن عام أو عامين أو عقد أو عقدين نحن نعرف مصر ونعرف تاريخها ونعرف مساهماتها الجزيرة لها وضعية خاصة وكل العالم ربما يعني يتفهم دور الجزيرة في أنها حتى لدورة قطر توجه انتقادات لا دعاء وأنتم تعرفون ربما أكثر من مرة كيف تبنت وجهات تخالف السياسة الرسمية القطرية وتستضيف معارضين من ينتقد قطر وينتقد أميرها وهو موجود داخل 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 قطر هذه يعني درجة عليها قناة الجزيرة وخطها التحريري ربما وأكد مرة أخرى أن الإعلام القطري يكون كل التقدير لدور مصر وللأشقاء في مصر نحن نريد أن تكون هناك علاقات أخوية يعني متواصلة في ظل فضاء اليوم لا يمكن أن نغلق دولنا على إعلام فقط اليوم شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هذا الفضاء المفتوح اليوم العالم كله أصبح قرية يمكن لأصغر شاب في الشقيق مصر أو في قطر أن يكون مؤسسة علامية متكاملة يمكن أن يصور فيديو يمكن أن يبث صور يمكن أن يكون له حسابات على تويتر على الفيسبوك على انستجرام ينقل ما يدور داخل هذه الدولة بكل إيجابيات أو سلبيات لذلك أتصور يعني يجب أن نتعامل بأفق أوسع وأن نتقبل كل الأطراف لأن الأرضية التي نحن نجتمع فيها الأرضية حقيقة هناك مشتركات كثيرة هناك قضايا كثيرة تجمعنا هناك أولويات الآن في هذه المرحلة يجب أن تتصدر بعيدا عن بعض الأمور الثانوية أولوياتنا في هذه الأمة في التصدي للمخاطر هناك أزمات في سوريا في ليبيا في العراق في اليمن هناك بلقفات مفتوحة ولكن أنت تعلم أستاذ جابر أنه إذا لم يتوحد الصف العربي أصلا لن يكون قادر على مقاومة كل هذه الأزمات على كل أرجو أن تبقيا معي ضيفين الكريمين وأنا أقول لكم المشاهدين نستمع لوكهة نظر الشارع المصري حول هذه الزيارة ليس لازم يبقى فيه قبل المبادرة مبادرة من الجانب القطري إثبات حسن النية كلنا عرب مع بعض ونحن نحمد ربنا لأن قطر تعتبر دولة شقيقة ومصر طبعا محدش يستغنى عنها هو ما فيش خصانت أساسا هو الفكرة أنه تلتيف الأجواء لو كانوا عايزين يعملوا حاجة أو ياخدوا خطوة جدية في الموضوع كان أولى أنهم قيادات الإخوان اللي في قطر كلها كانوا خرجون برى البلد إذن شارع متفائل إلى حد كبير والبعض يقول أين هو الخلاف أصلا أنا معي من جدة دكتور أنوال عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للحسنة الاستراتيجية والأمنية تعليقا أيضا على هذه المبادرة دكتور مساء الخير شكرا لوجودك معنا وأنت تعلم أن هناك مبادرة حسن نواية برعاية سعودية وقطر عبر مبعوث خاص لأميرها في القاهرة أيضا بتأكيد حسن النواية في هذا الاتجاه البعض يقول بأن هذه المزألة لم تأتي وليدة صدفة يعني هكذا بين يوم وليلة ولكن هذه بداية لتكوين محور هادئ من مصر والإمارات والسعودية وقطر والأردن لمواجهة التحديات الماثلة أمام المنطقة ويستشهد بذلك بلقاءات تمت لهذا المحور من قبل في السعودية برئاسة وزير الخارجي السعودي أمير سعود الفيصل في مجموعة الاتصال التي حضر منها ممثل كل هذه الدول التي ذكرتها هل هو كذلك أم أنها فقط مجرد تحليلات بسم الله رحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحاب المغلا الحقيقة العملية عملية يعني ذات تداعيات يعني مرت عليها يعني سنتين تقريبا من هذه تداعيات أن طبعا هناك حول المملكة العربية السعودية حول دول العربية داخل الدول العربية أيضا في هناك ملفات مشتعلة وساخنة وهذه ملفات طبعا وجد خادم الحرمين الشريفين أن هذه الملفات طبعا لابد يعني لإحتواءها لابد أن نركز على هدف استراتيجي أعلى هذا الهدف هو الأمن القوم العربي وهذا ما صرح به خادم الحرمين الشريفين في أول انعقاد لمجلس الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية وأيضا بالتالي الرئيس عبد الفتاح السيفي ردد نفس العبارة في خارطة الطريق التي وضعها فإذا معناها أن المملكة العربية السعودية ومصر متفقتاني على خماية الأمن القوم العربي خادم خادم الحرمين الشريفين في عملية تسعيل وتحقيق الأمن القوم العربي أراد أن يجمع الشمل يوقف الخلاف والاختلاف بين قطر وهي جزء من دول مجلس التعاون وبين مصر وشدد كثيرا في هذا الأمر ولكن استجابت قطر لهذه النداءات والضغوطات وأخيرا وبعد ذلك طلبت قطر أن تحسن العلاقات بينها وبين مصر ولهذا بادر خادم الحرمين الشريفين طرح مبادرته في هذا الأمر وطلب من الحكومة المصرية والشعب المصري أن يكون هناك تقارب مع قطر ووافقت مصر مشكورة على هذا الأمر واستجابت تقريبا وأخيرا خادم الحرمين الشريفين طلب يعني قرر طبعا باستجابة لمطالب قطر أن تكون هناك العلاقة جيدة وأرسل مضعوثان قبل أن تعقد كمة طبعا كمة من دول الثلاث فأرسل طبعا المندوبين واحد للسعودية واحدهما من قطر واليوم أمس كانوا في اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عبدالفتاح السيسي يعني بعد أن تشاور معهما اقتنع بما جاء به ووافق وقال في بيانه أنه كان يعني يسمى هذه المبادرة وأنها مبادرة طيبة وخاطب الشأ الإعلام المصري والمفكرين المصريين أن يدعموا هذه الفكرة هذه العملية هي التي حدثت وطبعا هذه كلها تصب في الأمن القوم العربي لا يمكن أن يكون هناك أمن قومي خليجي إذا ما كانت كل دول المجلس التعاون على قلب واحد وفكر واحد واتجاه واحد بعد أن خرطت غط قطر في بوتقة الخليج في هذه المسائل واستجابت فالآن الخطوة الثانية سيكون هناك بوتمر القمة الذي سيعقد في الرياض كما قالت الشرق الوسط اليوم وسوف إن شاء الله يحضرها الرئيس السيسي برعاية الملك عبد الله وإن شاء الله تزول كل الخلافات والاختلافات بين مصر وبين قطر وهذا هو الأمر الذي حصل وسوف تنعكس هذه إجابا على حل جميع المشاكل الموجودة في العالم العالم أنا أشكرك رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمنية الدكتور أرمال عشقي على هذه المداخلة من جدة عبر الهاتف شكرا جزيلا لك إلى دكتور سعيد لاوندي في القاهرة دكتور أعود إليك من جديد وأنت تعلم الآن أن كل الأجواء على المستوى السياسي عدوث هذا التقارب وعودة العلاقات إلى ما كانت عليه بين القاهرة وبين الدوحة عضى بعض الشوائب القاهرة كثيرا ما تتحدث عن الأداء الإعلامي أحيانا وتتحدث عن قناة الجزيرة على وجه التحديد والجزيرة مباشر إلى ما ذلك في المقابل الدوحة لا يمكن لها بين ريلة وضوحاها وكأنها كانت تفعل في أشياء هي غير مقتنعة بها أن توقف بس هذه القنوات وهي لها وجهة نظر في ذلك بأنها تقدم إعلام وإعلام معاكس إلى ما ذلك ورأي ورأي آخر حتى إذا كان فيه انتقاد لماذا لا تتابع القاهرة كل ذلك وإذا رأت أن هناك تجاوزا مخير يمكن أن تتقدم كما يبعى الكثيرون وكما تنتهي الكثير من الدول لا أقول تظلم ولكن احتجاج ثمه أو أن تعبر كيف ما شاءت عن ذلك هل ممكن أن يستوي ذلك أم أن الدوحة مطالبة فقط بأن تقطع كل قنوات الاتصال هذه التي تتحدث عن القاهرة سلبا كانت أم إيجابا يا سيد الكريم أسئلتك مهمة جدا وتصنح في نفوس الكثيرين ولا أزل سأدري لماذا غردت الطرف مثلا عن رأي المصري الذي قال أنه على قطر أن تبني حسن نوايا أن نحن ننفع لأي شيء نحن نحب الشعب القطري نحن على السيدات أن ننفع لأي شيء الرئيس السيسي عندما تكلم مرة قال الجيش المصري ودافع عن منطقة العربية كلها فقط تطلب منه هذا ومما في منطقة العربية قطر طبعا على آتحال أريد أن أقول الآتي وأرجو أن تسمحني أن أتوجه بالأستاذ جابر في هذا تحديد لم يجب إطلاقا على هذا الشيء أولا الإعلام القطري نحبه ونحترمه وجريدة الشارع إلى آخر ونعرف ونعرف مصريين يعملون فيها تحت قيادة الأستاذ جابر لكن في الواقع لا أحد يعرف عن هذه الجريدة إلا من يعمل فيها فقط نعرف الجزيرة الجزيرة إذن قطر قطر هي جزيرة إذن هي بشكل أبو آخر لم يتكلم عن أنما قال مثلا أن الجزيرة توجه نقدا لقطر لم نسمع إطلاقا منذ الخليق حتى الآن نصح التعبير أن جزيرة وجهت نقدا ما ولو صغير واعتمية إلى شخص قطري أو إلى نظام قطري أو إلى السياسة القطرية أبني إطلاقا يعني ورغم ذلك هو يقول أنها ميزت وفعلت وقدمت قران وأدلة وهجمت وهذا غير صحيح هذا في عقل الأستاذ جابر ما احترام الكابر العقلي الكبير وهو أستاذنا طبعا لكن في الواقع يعني الرئيس السيسي قال أي دولة أي دولة وليس أي دولة قطرية أي دولة يجب أن تحترم خصوصية شعب المصري شعب المصري الشأن الداخلي لا يمس أحد لا من قريب ولا من بعد هذا قال أرجو أن تعتقد يا أستاذ جابر قبل يومين كانت قناة الجزيرة تصر على القول من الانقلاب والأستاذ جابر للأسف شديد قال أنها تقول الرأي ورأي الأخر أرجو أن تعتقد أنها تتكلم فقط عن الرأي ورأي وليس الرأي الأخر إطلاقا لكن نحن رغم كل ذلك نقلب الصفحة ونمد يدنا مؤكدين معتزين بقطر بأميرها باستاذاتها إلى آخره لكن هذا الشيء غير صحيح الذي تقول عنه مع احترام الكامل للإعلام جوقة الإعلام القاطرين أشكرك دكتور سعيد اللوندي خبيل على علاقات الدولية نعم تفضل أنا يعني أحطيك أصوص المواكد عند نقطتين طرح ما هو للأسف أن يتحدث الدكتور بهذه اللهجة ونحن في مرحلة صفحة لكن مشكلته الدكتور إذا لم يكن متابع لقناة الجزيرة فهي مشكلة شخصية لديه لأنه قد يعاد توجهتها وهذا من حق لكن من يرجع إلى قناة الجزيرة ليس فقط الجزيرة من وجهت نقدا إلى قطر إنما حتى ضيوف قناة الجزيرة وهم يجلسون في قطر وفي فنادق قطر ويأتون عبر التذاكر القطري وجهوا انتقادات ليس فقط لسياسة القطرية إنما حتى لأمير قطر وجهوا وخرجوا من قطر دون أن يحاسبهم أحد ودون أن يقول لهم كلمة واحدة سواء كان من مسؤول أو من شخصية قطرية تقوم بمحاسبتهم أما قضية أن هناك هجوما على مصر أتحدى الدكتور أن يقول أن هناك برنامجا واحدا كان فيه وجهات نظر مختلفة ولم يكن من يدافع عن السياسة المصرية الرسمية غائبا عنها في كل برامج قناة الجزيرة وهي أنا لست معنيا بالدفاع على قناة الجزيرة هي لها من يدافع عنها لكن أنا أقول ما أراه وما أعتقد أنه صحيح لأنني متابع لقناة الجزيرة كما أنني متابع للصحف المصري أما إذا هو لا يعرف الإعلام المصري فهذه مشكلة أن يكون دكتور والرجل بهذا المستوى ولا يعرف عن الإعلام القطري ولا يدري وسائل الإعلام القطري فهذه طامة أخرى أتمنى أن يراجع الدكتور ذاكرته ويراجع بعض الأمور حتى يعرف أين يقف وما هو وسائل أو ما هي وسائل الإعلام القطري نعم على كل هي خلافات في مشاتة بنظر نحن نرجو أن لا تفسد الوطقة طيئة بطبيعة الحال نحن في هذه الحلقة نتحدث عن بشائر وفاق ووئام وأنا أثق بأنكم أستاذي الكريمين هو اختلاف فقط في وشهات النظر لا يفسد للوط قضية أنا آسف انتهز من البرامج وكان من أفترض أن نستطرد في الحديث لكن نتمنى أن تنضي هذه الجهود قدما إلى الأمام وأن تكون الدول العربية كلها صف واحد في وجه كل هذه الأزمات أنا أشكر للدكتور سعيد أنه وندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية شكرا أستاذ جامل الحرمي رئيس سحلي جريدة للشرق القطرية كنت معنا من الدوحة نواصل معكم هذه الجولة في هذا البرنامج إلى موضوع آخر معبر رفع الحدود مع قطاع غزة فتح اليوم من الاتجاهين هذه المرة ليست بالاتجاه الواحد للمرة الأولى منذ نحو شهرين ولمدة يومين مسؤول فلسطيني ذكر بأنه ثلاث حافلات تقل حوالي مئتي شخص من المرضى وأصحاب الإقامات في الخارج غادروا غزة إلى مصر عن طريق هذا المعبر والبوابة الخارجية تكتص بعداد كبيرة من الفلسطينيين الراغبين في السفر أنا معي من غزة عبر الهاتف سيد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتنمية إذا سيد محسن معبر رفع باتجاهين لعلها المرة الأولى منذ وقت طويل ما الذي حدث ما الذي أدى إلى ذلك في تقديرك يعني هو يفتح بعد شهرين من الإغلاق الظروف صعبة جدا وهناك حالة من الاحتفال يعني بعد 51 يوم من العدوان توقع الفلسطينيين أن يكون هناك انفراجة بما يتعلق في حرية الحركة الضباية والأفراد ولكن الأمور تلددت تعقيدا طبعا قانونيا وسياسيا الذي يتحمل الأسئولية هو الاحتلال الذي يتجاوز وثيق الجنيف الرابعة ولكن كانت هناك مناشدة من المجتمع الفلسطيني من المرضى والطلبة والمحتاجين وأصحاب الإقامات وبالتالي هو فتح بظروف استثنائية خاصة إذا أدركنا أن الظروف الأمنية بلغت التعقيد في سيناء وبالتالي الرئاسة المصرية قررت التعامل بدقة بما يتعلق في معبر رفاح ولكن إذا تحسنت الأوضاع والتفاغمات وقامت الحكومة الفلسطينية ببسط سيطرتها على الحدود بما في ذلك معبر رفاح أعتقد أن الرئاسة المصرية والقيادة المصرية ستبلور آلية متسهل حركة العبور للمواطنين بانسيابية بدون أي معيقات نعم ولكن سيد محسن أنت تعلم أن الحكومة المصرية تقول في هذا السياق وتبرر بأنها تريد أن تتعامل مع حكومة فلسطينية تتعامل هي مع المعاذر بمعنى أن المشكلة مشكلة فلسطينية حكومة الوفاق أعني كيف ترى هذا المبرر المصري الذي ربما ترفع من خلاله المزئولية عن نفسها طبعا المشكلة هي مشكلة فلسطينية فلسطينية لأنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وكان منتظر من هذه الحكومة أن تمارس فعلياتها ووظائفها على الأرض وجزء من هذه الوظائف مسألة الإشراف على المعابر بما في ذلك معبر رفع بالإضافة إلى عملية إعادة أعمار قطاع غزة والتحديد بالانتخابات هذه هي المهمات المناطبة الحكومة ولكن أي من هذه المهمات لم ينفذ على الأرض بسبب عودة التجذبات السياسية إلى المربع الذي سبق توقيع اتفاق الشاطئ الذي أفرز هذه الحكومة وبالتالي هم الفلسطينيين أنفسهم مع الأسف أعطوا المبررات لاستمرار هذه الحالة كما هي لأن الحكومة الفلسطينية هي الحكومة المعترف بها شرعيا على المستوى العربي والدولة وبالتالي لا تأجد حكومة سواء كانت الحكومة المصرية أو غيرها أن تتعامل مع حركات سياسية يقيم التعامل مع حكومة معترف بها تسير وفق القانون الدولة وقرارات الشرعية الدولية على مستوى العربي والدولي. ولكن هناك إخفاق في تنفيذ هذه المهامات. وخاصة بغم الإشارة العربية للتنمية. أنا أشكرك مدير المركز العربي للتنمية سيد محسن عبر رمضان. كنت معي عبر الهاتف من غزة. لازم نواصل معكم هذه الجولة في هذا البرنامج فيه بعض الفاصل. الإمارات تنتقد عدم تحلي منتجين نفط المستقلين بالمسؤولية. لمن السوق؟ مشروعات الطاقة في البحرين لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط. العراق والكويت يبحثان فكرة صندوق لإعمار المناطق التي يسيطر عليها داعش بعد تحريرها. إيرادات قناة السويس 442.8 مليون دولار في نوفمبر. المغرب يبني ميناء للغاز الطبيعي كلفته 4.6 مليار دولار أهلا بكم من جديد إلى ملفاً الاختصادي في هذه الجولة هو النفط الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس الدول الأعضاء لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وابك إن أسعار النفط لن تستمر على مستوياتها الحالية وأن نمو الاقتصاد العالمي سيسهم في عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد. السعودية من جانبها على هامش المؤتمر العربي العاشر للطاقة الذي يقين في أبو ظبي نفت أنها تستخدم البترول وأسعاره لأهداف سياسية. وأن سياسة المملكة مبنية على أسس اقتصادية بحتة. بدأ عام 2014 بتفاؤل كبير لأسواق النفط والاقتصاد العالمي فقد وصلت التوقعات بنمو الطلب على البترول إلى نحو مليون ومائة ألف برميل يومياً ولكن خلال الربع الثالث من العام الجاري اتضح أن التفاؤل لم يكن في محله وأن الاقتصاد العالمي الذي كان من المتوقع أن ينمو بنسبة ثلاثة فاصل سبعة في المائة لم تتجاوز نسبة نموه ثلاثة في المائة وذلك مع استمرار المشاكل الاقتصادية لبعض الدول الرئيسية مثل اليابان وروسيا وبعض دول أوروبا كما انخفضت توقعات زيادة الطلب على البترول إلى سبعمائة ألف برميل يومياً في الوقت الذي ازداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر مما أدى إلى انخفاض أسعار البترول بشكل حاد ومتسارع وقد صرحت السعودية من خلال مؤتمر الطاقة العربي الذي احتضنته أبو ظبي بأنها لم تجد تعاوناً من قبل الدول المنتجة للنفط من خارج منظمة أوبك لإعادة التوازن إلى سوق النفط كما أن المضاربة لعبت دوراً هاماً في عملية الخفاض السعري وقد سعت المملكة العربية السعودية ودول أوبك إلى إعادة التوازن للسوق إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج أوبك مع انتشار المعلومات المظللة وجشع المضاربين أسهم في استمرار انخفاض الأسعار ومن المتوقع أن لا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية في زيادة الإنتاج كما سيدرك المنتجين خارج أوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع هذا وقد أكدت السعودية والإمارات على هامش المؤتمر أن اقتصاديهما لن يتأثر من خفاض أسعار النفط وذلك لما تمتلكه الدولتين من فوائد وأصول خارجية ضخمة وبما تتمتع به الإمارات من تنوع في القاعدة الاقتصادية بالنسبة للإمارات قطاع النفط يشكل 25% من اقتصاد دولة الإمارات قطاع دولة الإمارات قوي واقتصاد متنوع والتذبذب الحاصل في قطاع البترول لن يكون له التأثير الكبير على قطاع الميزاني في الدولة لأن دولة الإمارات متنوعة ولا تعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط وقد أكد وزراء الدول العربية المصدرة للبترول أن أسعار النفط الحالية أسعار مؤقتة وأن نمو الاقتصاد العالمي سيؤدي لارتفاع أسعار الطلب عليه ومن ثم إلى ارتفاع أسعاره من جديد مؤكدين أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة وأهمية تطويره يجتمع وزراء الدول العربية للطاقة لبحث الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع ويشددون على أهمية التعاون العربي للقيام بذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع النفطي إنجيل حكيم CNBC عربية أبو ذبي ومتابعة لهذا الموضوع معي هنا في الستيديو سيد روبين ميلز رئيس قسم الاستشارات في منار الاستشارات وإدارة مشاريع الطاقة اسمح لي أن نرحب بك معنا في هذا البرنامج وواطئك والدول العربية المصدرة للنفط تقول بأن الأسعار ستعود إلى طبيعتها وأن عاجلة الاقتصاد العالمي ستتحرك من جديد إلى أي مدى هذا التفاؤل في محله في تقديرك أعتقد أن الدول المصدرة للنفط الدول العربية ولا سيما السعودية والإمارات واضحان فيما يفكرانه هم يعتقدون أن فترة انخفاض أسعار النفط هي فترة ضرورية لاستعادة التوازن في أسعار النفط والتشجيع الطلب على النفط كي ينمو وأيضا إثناء الإنتاج من خارج دول أوبيك ولا سيما منتج النفط السخري في أمريكا وبالتالي على المدى البعيد هذا التفاؤل أمر معقول ولكن قد يستغرق بعض الوقت كي تستعيد الأسواق التوازن وكي تتعافى الأسعار هناك اتهام للدول المستقلة عن الدول خارج أوبيك بأنها واحدة من الأسباب التي أدت إلى ما حدث حتى أن وزير النفط الإماراتي وجهها صراحة وذكر بأن عدم مسؤولية الدول المستقلة أو الدول الخارج أوبيك هي التي أدت إلى ما هو أو كانت واحدة من الأسباب حقيقة التي أدت إلى ذلك إلى أي مدى تتحمل هذه الدول هذه المسؤولية مسؤولية الإضطراب الذي حدث في السوق والمضاربات إلى حد كبير في السوق جانبان هناك عرض وهناك طلب ونجد حاليا أن الطلب ضعيف والنمو الاقتصاد العالمي ضعيف بينما الإنتاج الأمريكي قوي وهذا ما كان يشير إليه وزير الطاقة الإماراتي إذا نظرت إلى سياق هذه التعليقات وعندما قال بأن الدول المنضوية في أوبيك بأنها غير مسؤولة يبدو أن وسائل الإعلام ركزت على هذه الكلمة لكن ما كان يقصده على الأقل من نجة نظري هو أن هناك الكثير من الإنتاج من أمريكا ومن خارج أوبيك وهذا الأمر أدى إلى اختلال التوازن في السوق وبالتالي من الضروري لأوبيك أن تتراجع قليلا وأن تدع الأسواق تعود إلى توازنها ولا تسمح بالمزيد من الإضطراب في الأسواق وهو يقول بأن مسؤولية أو المسؤولية تقع على عاطق دول أوبيك كي تتراجع وبالنسبة لأمريكا ليس هناك هيئة واحدة أو الحكومة الأمريكية لا تدير إنتاج النفط وأن هناك مئات شركات المستقلة التي تنتج النفط وبالتالي هم لا يستطيعون أن يكونوا مسؤولينه هم فقط يتصرفون كسوق حرة وبالتالي أوبيك يجب أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار سيد روبير أنت تعلم أن ذات الاتهامات كانت كلها الطرف الآخر لأوبيك أوبيك كانت على الدوام تتهم بأنها ربما محتكرة هذا الكارتيل متسلطة تتحكم في أسعار النفط إلى ما ذلك الآن أوبيك أبقى على الإنتاج كما هو دون زيادة أو طلب كيف تقيم هذا القرار فالنية خاصة أنهم حتى الآن يتحدث بأنه هو القرار السليم والصائب وأنهم لم يعمدوا إلى خفض الإنتاج مهما كانت التحديات إذا نظرت إلى التراجع الحالي في الأسعار أوبيك لم تفعل شيئا فأوبيك لم تزد الإنتاج بصورة كبيرة لخفض الأسعار أو زيادة الأسعار الأمر المشابه في الثمانينيات هذه المرة أوبيك حافظت على السبات في الإنتاج الفرق هو أن لدينا أخبار اقتصادية سيئة ولدينا معروض وفير من أمريكا وبالتالي أوبيك لم تتخذ أي إجراء أجراء هي فقط تراقب الأسواق وكي تعود هذه الأسواق إلى التوازن وبالتالي الأمر مختلف عما رأيناه في الأزمات السابقة طبعا هناك نظريات في أن بعض أعضاء أوبيك يتصرفون بطريقة سياسية لمحاربة دول أخرى أنا لا أثق بهذه النظريات لأنني لا أعتقد أن أوبيك أو أي دولة فيها تتصرف بطريقة غير طبيعية نعم إجابة قصيرة لو تكرمت سيد روبين لسؤال قصير هل في تقديرك ستتحسن أسعار النفط أم أنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن ذلك أعتقد أن الأسعار على المدى القصير سوف تتراجع تراجعا إضافيا لكنها ستكون غير مستدامة بهذا الانخفاض وفي الأشهر ستة المقبلة ستعود للصعود لكن أعتقد أننا سنشهد فترة من انخفاض الأسعار لفترة طويلة سيد روبين ميلز رئيس قسم الاستشارات في منار للاستشارات وإدارة مشاريع الطاقة شكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج ودعونا إذا نذكر بالأسواق الخليجية اليوم والعربية كيف أغلقت اللون الأخضر واجتفاعات كبيرة في سوق دبي ومكاسب تاريخية يبدو أن المسائل تسير إلى الأفضل ميسر القلة مع هذه التفاصيل ارتفاعات كبيرة بالنسبة للأسواق الخليجية مع بداية هذا الأسبوع على خلفية تصريحاتنا من وزراء النفط الخليجيين لطمأنة الأسواق حول عودة ربما أسعار النفط للارتفاع من جديد وعمليات الطلب التي ستأتي من أوروبا دعمت الأسواق رأينا مؤشر بورصة قطر الرابح الأكبر مع بداية هذا الأسبوع عند التداولات رأينا ألف نقطة أضافها المؤشر ليتجاوز فيها مستويات 12 ألف نقطة والكثير من الأسهم وصلت إلى الحدود القصوى بارتفاعاتها وسط قيم أيضا تداولات مرتفعة بالنسبة للسوق وصلت إلى حدود المليار و300 مليون ريال قطري ارتفاعات بحدود سبعة وست عشر النقطة المئوية دبي وأبوظبي وصلوا أيضا المكاسب بحدود عشرة في المئة منذ جلسة يوم الخميس رأينا هذه المكاسب التاريخية بالنسبة لسوق دبي يرتفع فيها اليوم أضاف عشرة في المئة بدعم واضح من القطاعات كافة والقطاع العقاري دريكان سكالكان في صدارة الارتفاعات وبالنسبة القصوى أيضا قيم التداولات تخطت الملياري درهم إماراتي بالنسبة لسوق دبي ومستوى 3765 نقطة القطاع العقاري دعم أبوظبي أيضا بمكاسب بثلاثة ونصف النقطة المئوية وأيضا رأينا ارتفاعات قوية على إشراق والدار دعمت السوق قيم التداولات في أبوظبي عن 762 مليون درهم إماراتي وأيضا 151 نقطة كسبها السوق بالمقابل رأينا البحرين على مكاسب بحدود 41 نقطة المئوية تجاوزنا مستوى 1400 نقطة بدعم من القطاع البنكي وأيضا القطاع الصناعي بقيادة سهم ألبا السوق الكويتية اليوم قيم التداولات عالية جدا نتحدث عن 48 مليون دينار كويتي وارتفاعات جماعية السعر عند 3 وربع النقطة المئوية وارتفع بحدود 200 نقطة السعر تبعه أيضا الوزن بمكاسب وخمسين نقطة كانت من نصيب القياديات المؤشر الففتين عند مستوى 1050 نقطة رأينا مؤشر السوق السعودي واصل المكاسب مع نهاية الجلسة وإن قلصها مع بداية التداولات بحدود 2 و14 النقطة المئوية قيم التداولات تجاوزت 11 ألف وتسعمائة مليون ريال سعودي بقي قطاع البيتروكم الرابح الأكبر بدعم السوق بـ 5 في المئة مع نهاية جلسة التداولات بالمقابل رأينا أيضا عمان على مكاسب 313 نقطة أضافها اليوم بعمان لا يوجد أي سهم خاسر مع نهاية التداولات 5 ونصف النقطة المئوية قيم التداولات 11 مليون و700 ألف ريال وأغلق 45 سهم في السوق العماني جميعها على ارتفاعات في كل بيت موهبة مؤكد والأطفال الصغار في البيت دائما نلحظ أن لهم ميول نحو أشياء معينة يفضل الأكتزة الإلكترونية الآخر يفضل الألعاب يدوية الآخر يفضل أن يرسم إلى ما ذلك بعد الفاصل سنكون في استشارة مهمة كيف يساعد الأهل أطفالهم على تنمية مواهبه سؤال مهم يجيب عليه المختصون كيف نساعد الأطفال على تنمية مواهبهم سؤال كبير ومهم وكثير من الأسر تبحث عن إجابة نتابع التقرير وندير حوار كيف ننمي موهبة أطفالنا ولماذا هي خافتة لا يزهر بريقها كما نهوى ونحب منذ السنوات الأولى تأخذ المواهب والمهارات في البروز لدى الطفل الذكي ويحاول التعبير عنها بمختلف الحركات والإشارات التي تعكس نشاطا ملحوظا غير أن هناك قلة من من يكتشف هذه المواهب والكثير لا يعير أي اهتمام لها الدول المتقدمة تتنافس على ابتكار الطرق والأساليب العلمية لاكتشاف المواهبين والمبدعين من الطلاب ورعايتهم خلال سنوات الدراسة إلا أن الاهتمام بالأطفال المواهبين قبل ألحاقهم بمدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية من حيث الاكتشاف والرعاية يكاد ينعدم في الكثير من دول العالم وخاصة النامية منها ووفقا لأحدث الدراسات العلمية تبين أن النسبة المواهبين المبدعين من الأطفال من سن الولادة إلى السنة الخامسة من أعمارهم تصل إلى 90% منهم وتنخفض نسبتهم إلى 10% عندما يصل الأطفال إلى سن السابع وما أن يصل إلى السنة الثامنة حتى تتراجع نسبهم إلى 2% فقط في دلالة واضحة على أن أنظمة التعليم والأنظمة الاجتماعية والأعراف والتقاليد تعمل على إجهاض الكثير من المواهب والإبداعات لدى أفراد المجتمع من خلال تكريس أساليب التسلط والردع والإقصاء وتحجيم الحريات فينشأ أفراد يتبعون سياسة نفذ بدون تفكير فمتى تدرك المجتمعات أن أطفالها الموهوبين ثروات يجب استثمارها نور العنبقي سي أن بي سي عربية أنقل ذلك لضيفي من القاهرة الدكتور محمد حمدي خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية دكتور مساء الخير وأنا شاكل لوجودك معنا ولعلك هتجيب على السؤال الذي يشغل بالكثير من الأسر كيف نكتشف أولا المواهب في أطفالنا وبعد اكتشافها كيف نوجيها وننميها بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أولا اكتشاف المواهب جزء مهم جدا أو المواهبة في حد ذاتها جزء مهم جدا في تكوين شخصية الطفل أو تكوين المبدعين اللي هم بيساعدوا بعد كده في نمو وازدهار الدول وكل الدول العظمة بدأت من هذه المنطلق وهي المواهبة وهو مكتسب إلهي يكون عند الطفل يصل إلى مدى حينما يتمني تنميته كيف نكتشفه أول حاجة لابد أن نعي تماما أن مراقبة الطفل من بداية النشأة هي أهم جزئية تعطينا الفرصة في اكتشاف هذه المواهبة حيث أننا في مراقبة الطفل في بدايات العمر وحين يصبح قادر على الكلام أو المشي أو هكذا نجد بعض الأطفال عندما تعطيهم على سبيل المثال لعبة صغيرة يبدأ في فك هذه اللعبة ونحن نعتقد أن هذا نوع من العنف أو نوع من المبالاء أو عدم التربية أحيانا ولكن هذا هو بداية للإبداع هو بداية للإكتشاف لأنه يبدو يحب أن يكتشف ماذا يوجد داخل هذه اللعبة أو داخل ما تعطيه من الأشياء إذن هي بداية لابد أن ننطلق منها تنمية الموهبة أو تنمية الإبداع لدى الطفل مهمة جدا أن نستمع إلى الطفل وأن نعطي الطفل الفرصة لكي يجرب ولا نخيفه دائما ولا نصادر على فكره ولا نعتبر أن أفكاره طفولية تافهة فبالتالي الطفل بيحصل عنده نوع من الإحباط ولنعي تماما حقيقة علمية هامة أن كل عنف يسبقه إحباط وكل إبداع يسبقه أمل نعم جيد دكتور دكتور أنت تعلم أن الأم وهي لصيقة بالطفل حتى في نومه إذا جاز لي التعبير أن أسمي هي التي تكتشف هذه المواهب وقيل بأن الأطفال دون سن الخامسة حسب بعض الدراسات 90% منهم لديهم مواهب حتى سن الخامسة لكن نتيجة لعدم الاهتمام بهذه المواهب تقل هذه النسبة إلى 10% إليه مدى هذا الحديث من الممكن أن يكون علمي ودقيق وما هو دور الأم تحديدا إلى حد كبير هذا الحديث علمي وإلى حد كبير ليس دقيق بمعنى أنه من البداية إذا بدأنا تتعامل الأم مع الطفل وبدأت تكتشف عنده هذه المواهبة فلنعلم أنه يجب على الأم في هذه الفترة أن تعطي الطفل الحرية وأن تعطيه الفرصة لكي يعبر لكي يتحرك حتى وإن لم يكن يتكلم بالمجرد التحرك الإشارات التوجه نحو اللعب بأشياء معينة صنع أفعال معينة ديف حد ذاتها بطاعة الانطباع أو المؤشر على موهبة الطفل وتوجهه المشكلة التي نعاني منها في قتل الإبداع والموهبة لدى الطفل هي المناهج الدراسية وأسلوب التدريس سيد الفاضل نحن نتخلف عن رجب الحضارة في مجال الدراسة أو نقدر نقول المناهج الدراسية بشكل عام بشكل كبير جدا 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 لأننا نتبع نظريات النظرية وليس التطبيق نتبع البناء وليس التوجه إلى الواقع والواقع العملي وممارسة ما سيتم دراساته والتخصص من البداية وهو أخطر شيء أن نعطي الشمولية ثم بعد أن ينتهي الطفل يصل إلى سن أو مرحلة الجامعة نبدأ أن نعطيه التخصص في المجال الخاص بي نعم وأنا أتفق معك تماما دكتور في مزالة التعليم ولعلها الآفة التي نعاني منها لذلك دول مثل اليابان وحتى الدول المتقدمة كلها تعي هذه المزالة وتضعها في الاحتبارات وبالتالي تحاول أن تتمنى مهمة الطفل وهو صغير وتستفيد منها في المستقبل بطبيعة الحال سؤال دكتور نرحظ أحيانا أن هناك أطفال يميلون مثلا لألعاب الكمبيوتر ودائما مغرمين باللابتوب وحتى بأكهزة الهاتف الجوال إلى ما ذلك آخرون مغرمين بالحيوانات مثلا يحب الحيوانات وبعض الآخر لا يحب كل ذلك تراه مثلا يحب الرسومات حتى إن لم يرسم ما الذي يحدد توجهها الطفل هل هي جينات يولد بها الطفل هل هي أشياء مكتسبة ما الذي يحدد ذلك الذي يحدد من البداية لابد أن نعي أن الموهبة أو الإبداع موجود في كل واحد منها يعني ما فيش حد مش مبدع بدليل أن هناك مقولة تقول أن الحاجة أم الإختراع فنجد أن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة ما يظهر عنده هذا الإبداع فهذا التوجه أو هذا الإبداع هو داخلي ونقدر نقول أنه عطية مثله مثل الكارزمة التي يتميز بها كل شخص فبالتالي هذا التوجه أو هذا الإبداع لدى الطفل لابد أن نتركه تماما لنعي ونعرف ماذا يريد وعندها نبدأ في توجيه هذا الإبداع بأسلوب علمي سليم أشكرك أنا دكتور محمد حمد الحديث معك جميل لكن انتهى زمن البرنامج خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدين الكرام تحيات الفريق العامي في هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر